شهر رمضان المبارك في مصر الحبيبة حيث العادات المتجذرة في التاريخ والتقاليد الراسخة في الوجدان والتنوع التقافي في التفاصيل ما ينعكس بشكل جلي على طقوس التعبد وموائد الإفطار ما أن يقترب موعد شهر رمضان المبارك إلا وتظهر حياة مختلفة نابضة في مصر فينطلق الجميع في استعداداتهم للتجهيز لاستخبال هذا الشهر الكريم حيث تشهد الشوارع التزيين والتنظيف وتتمسك العوائل المصرية أيضا وبشكل يومي خلال الشهر الكريم بعادة إخراج وجبات إفطار تقدمها لموائد إفطار الصائمين المنتشرة في عدد من المساجد والجوامع والشوارع والميادين ويقضي المصريون وقتهم بعد الإفطار بقضاء الشعائر الدينية وجلسات الأحاديث والتسامر والتسلية ومشاهدة المسلسلات ومباريات كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية كما يقوم بعض الشباب بزيارة الأندية ومراكز الشباب وتنظيم دور رمضاني عادة ما يجمع بين الفرق الشعبية ويرى بعض المتخصصين أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار بمدة بسيطة تعمل على زيادة كفاءة الجسم لشهر رمضان منزلة عظيمة فهو شهر الانتصارات الكبرى في تاريخ الإسلام ففي أيامه وقعت أكبر المعارك وأعنفها وحقق فيها جند الله أروع الانتصارات أهلا بحضراتكو وبرحب بحضراتكو وبرحب بنجمينا النهاردة نجمي من نجوم النادي الآلي وكابتني على المستوى للشخص دايما بنستمتع بقراءه الفنية كابتن محمد حشيش كابتن محمد منورنا وكل سنوح حضرك طيب سعادية جدا بوجود حضرتك معنا وأكيد بنستمتع دايما بك على شاشة قناة النادي الآلي وفي رمضان أكيد النادي الآلي داخل على تحدي كبير جدا عايزين بقى نعرف حضرك شايف الأجواء بتاعة مباراة الرجاء إزاي حضور الجماهير مباراة المصري هل لها تأثير ولا لأ أحابين نعرف كل ده من حضرك طيب حنمسك الحضور الجماهيري ده طبعا ده حاجة أساسية يعني لازم فيه حضور جماهيري كبير جدا جدا هنا لأن المباراة الأولانية اللي موجودة في مصر مهمة جدا لأن النادي الآلي هيروح يقابل هناك جمهور كبير جدا جدا وده نقطة القوة اللي في الرجاء فلازم يكون فيه تشجيع ودعم جماهيري كبير وأعتقد يعني موضوع بقى كورونا والحاجات دي خلاص متقلقش على جمهور الآلي المدرد حيترابي والعشرين بتوع النادي الآلي بمئة ألف الحياة ده في المقام الأول طبعا المباراة طبعا مباراة صعبة كل طبعا غير دوري المجموعات وفيه فرصة أنك يعني تعديلت في ماتش ممكن أو خسرت نقط في ماتش ممكن المباراة التانية تقدر تعوض ده طبعا إقصائي خروج المغلوب بتقابل فرق قوية عندها تاريخ زي ما قلنا وعندها جمهور فلازم النادي الأهلي يركز تأثير مباراة المصري ما أعتقدش لها تأثير على لعبة النادي الأهلي لأن النادي الأهلي بيقفل الصفحة على طول وبيبدأ الصفحة اللي بعدها وبعدين بطولة غير بطولة الدوري بطولة الدوري لسه طويلة وفيها التعويض وفيها حاجات كتير الدوافع كبيرة للنادي الأهلي للعيبة والجهاز والمجلس الإدارة يحقق والتالتة إن شاء الله على التوالي إن شاء الله فيعني أتمنى اللعيبة بس تبزل الجهد الكبير لو حبس هرجع لمباراة المصري شوية يعني أنا مش طبعا مش عايز أقول بقى النغمة بتاعة الإجهاد والقصة دي لان فيش إجهاد ندي الأهلي خد فترة راحة ثمانة أيام كبيرة جدا لمعظم اللعيبة يمكن هي اللعيبة بس المنتخب اللي كانت عندها الإجهاد وأعتقد أن المسلماني خلال مباراتين للاتحاد والمصري ريح يعني شفنا اللي بدأوا في الاتحاد سمري وبعدين حمد فتحي وهكذا يعني عمل تبديل وتوافيق قدر يريح بعض اللعيبة اللي هي مجهدة قوي بتاع المنتخب كذلك برضو احنا لازم نقول إن في بعض اللعيبة زي ما بنقول على بعض اللعيبة مجهدة هاني في بعض اللعيبة محتاجة مباريات لعيبة خارجة من إصابة عايزة مباريات عشان ترجع على المستوها زي مثلا طاهر محمد طاهر وزي حسين الشحات في لعيبة عايزة تبقى في الملعب أكتر من كده زي ميكي سوني طبعا وبرستاو عايزين برضو مباريات كريم برضو محتاج بعض المباريات برضو عشان يجيب مستوى اللي هو انتقل من خلاله للنادي الأهلي أهم حاجة فيه المبارات طبعا يقدر يوصل ليه التشكيل المناسب لأنه يمكن اللي أثر على أداء خلال مبارات الاتحاد والمصري وهم مش ببعيد عن بعض قوي في الأداء يعني بس طبعا ده مكسب وده خسارة إن اللي مكانش فيه نتيجة للتغييرات دي مكانش فيه انسجام شوية بين اللعيبة المبارات الأخرانية بتاعت المصري بالتحديد أنا بقول أنه كانوا بيقابلوا فريق مصر من أول دي على أنه هو يعمل نتيجة كويسة مع النادي الأهلي مذاكر كويس أو معه مدرب محترم عايزين يعملوا حاجة ونتيجة قوية مع النادي الأهلي دايما مبارات النادي الأهلي والمصري بتبقى صعبة شوية وفيها حماس زايد لعبة بزلت أقصى جهد بتوع المصري بصراحة بحييهم على الأداء بتاعهم شايفين لأول مرة فرقة بتلعب النادي الأهلي من أول دي بتضغط على النادي الأهلي من قدام ده حقيقة طبعا المحدش بيقلل من قيمة أو مجهود النادي المصري لكن في اعتقاد الشخصي كانت التأثير شوية من فرقتنا لو فرقتنا في حالتها الطبيعية أعتقد كانت نتيجة هتتغير عايز أخد من ده وسأل الكابتن وانت كنت لعيب كبير وكان عندك مشوار طويل مع النادي الأهلي ساعات قبل المباريات المهمة مش حولك بتكون الهزيمة نفرح بيها لكن بتكون تفويئة كده الأداء في الشوط التاني أمام الاتحاد ما كانش بالمستوى هزيمة أمام المصري بأداء سيء هل دوت لازم يكون جهاز انظار للعيبة والجهاز الفني وممكن جدا يكون دوت زي ما بيقوله بلغة القرى كده تفويئة علشان انت داخل على مشوار طويله وبالتالي ممكن ده يديك دفع أقوى وإصرار أكبر وعزيمة أكبر في المباراة ده كلام مظبوط يا كابتن هاني وتأكيد لكلامك أن مستماني تاني يوم على طول لما عمل التدريب اللي بعد الماتش بتاع المصري قعد مع اللعيبة واتكلم معهم جامد جدا وخاص بعض اللعيبة بالكلام أن الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي للبطولات المتدخلة وفي نفس الوقت برضو عشان هو برضو يعني يشوف ويبص كويس ويقرر مين اللي حيستمر معايا ومين اللي هيطلع إعارة ومين اللي هيكمل وإيه المراكز اللي ممكن يفكر يبقى فيها تدعمات فهي زي ما انت بتقول تفويئة كويسة جدا من مسلماني وجدت طبيعية وجدت في خلال مبرارة مبرارة تكون كمان الجهاز الفني نفسه كمان المدير الفني دايما دايما كمان يا فارس لما محتاج ترتيب أفكاره يرتب أفكاره وممكن جدا يكون مرتب فكرة معينة الفكرة معينة دي ما مشيتش بشكل كويس ممكن جدا يجدد من أفكاره ممكن يرجع تاني لجزء معين من التاكتك بتاعه وكان شايف أنه هو استغنى عنه ممكن يرجع له تاني فكلها ترتيب أوراق بشكل مميز وطبعا خمس ست أيام أكيد هيفرقوا من نواحة بدنية لصالح النادي الآي مليون في المية مليون في المية زي ما احنا بنقول اللعيبة بتبقى مش في حالتها ممكن يكون المدير مش في حالته برضو يوميها نتيجة الاختيارات مثلا تشكيلة لطريقة معينة ما كانتش تناسب فريق المصري فريق المصري زي ما احنا قلنا كان محضر كويس قوي للمباراة ممكن احنا ما كناش محضرين ممكن يكون بعض اللعيبة عنهم على المباراة اللي بعدها اللي هي في رأيي طبعا الأهم في بطولة تانية مع منافس قوي زي ما قلنا خروج مغلوب فده كان ممكن واخد بعض التركيز ممكن بعض اللعيبة حاسة أنها دي بس يعني محطة للأهم فكل الكلام ده طبعا حيبقى في الحزبان خلال الفترة اللي موجود لغاية المباراة ان شاء الله يبقى فيه لم للعيبة يبقى فيه تحضير كويس قوي قراءة لفرقة الرجاء كويس قوي عشان يقدر برضو ان هو يعني يبدأ مباراة كويسة لعب كورة ويحسس برضو بفرقة الرجاء ان أنا آه بلعب على أرضي بس أنا بطل إفريقيا ان شاء الله بإذن الله هعمل نتيجة كويسة ومش فارق معي المباراة اللي هناك لازم الانظار يبقى موجود من هنا وما اعتمدش على ان نقول ايه الدور ده 180 دقيقة فاحنا ده الشوط الأولان مش شوط تاني لا أنا في الشوط الأولان لأن في بعض المداربين بتلعب على الشوط التاني في الحاجات دي هتبقى مش صح لازم هزاخد من كلام حضرتك وعلى مستوى الدوري أبطال أوروبا لسه كان مفاجأة طبعا ده أنا شايف بعد التعادل واحد واحد أمام بياريال وكان نتيجة واحد سفر حتى بعد البايرن ما اتغلب في أسبانيا واحد سفر كل الناس قالت لك لا ده كده كده وبالتالي الحسابات طبعا بتختلف بشكل كبير جدا وزي ما عاداك بتقول ان المكسب الكويس ان شاء الله بإذن الله يمستحب يريحك بشكل كبير وبيوتر كمان المنافس مليون في المية كسباني اثنين ورايح اعتقد كمان على مستوى بالضبط على مستوى التكتيجة فارس بتقدر تحضر كويس ما بتبقاش نتيجة لقد ضرار نتيجة مش كويسة هنا انك تبتدي تغير من التكتيج بتاعك ممكن يكون حاجة غريبة على الفرق لا ده أنا مكسابي هنا بخليني زي ما انت قلت ألعب بقى ريحية هناك وخلي المنافس هو اللي يغير من تفكيره في البطولة الأخيرة كابتن محمد حشيش كنا يمكن بيبقى غريب شوية على المشاهد أو المشجع ان هو يسمع ان قد يكون المدير الفني عارف في المباراة دي ايه الأفضل ولكن هو ما عملوش لدوافق تانية ويمكن ده استشفناه شوية من تصراحات مصيماني في المؤتمر الصحفي ان هو كان يمكن عنده حاجات تانية عايزة يعملها في مباراة المصري ولكن كان مباراة الرجاء والتحترات لها تمنعه من ده ممكن انا في رأي ان كان تحديدا بيشل فكرة اللقب بحمد فتحي والسلاسي كان محتاج يوفر حمد فتحي لمباراة الرجاء اولا هل حضرتك شايف ان حمد فتحي حيشارك امام الاثنين قلبات دفاع ده سؤال تانية حاجة لو حنلعب بالطريقة دي افشا هل حضرتك بتفضل يكون موجود من السلاسي الامامي ولا السلاسي الامامي فيه تصور معين عند حضرتك لو حمد فتحي يلعب قدام الاثنين سنتر باكس طبعا انا يعني وجود حمد فتحي قدام الاثنين المساكين بدي اريحية كبيرة قوي جدا لخط الظهر بالكامل والاجناب كمان انت المباراة المباراة اللي هنا انت المفروض تبقى مباراة هجومية بالنسبالك الدافع الاول هو المكسب 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 فانت لازم عشان تكسب لازم يبقى عندك قوة هجومية القوة الهجومية بتيجي من اساسا من الاطراف لان لو اعتمدت على بلاي ميكر بس مع حد بيجري في مساحات مثلا زي محمد شريف مش هينفع انت لازم تستغل كل نقاط القوة اللي عندك نقاط القوة في النادي الاهلي بتعتمد في الاساس على البكين الاطراف ايا كان اللي حيبقى موجود طبعا معلول او بالضبط كده فانت عشان الاطراف بتاعتك تبقى زي ما احنا بنقول بلغت الكرة طايرة على طول وده المفروض ومن اول المباراة لازم يكون فيه تأمين دفاعي كويس قوي فوجود حمد فاتحي ثابت في المنطقة دي بيدي اريحية حتى لنص الملعب ان يبقى فيه تحرر يعني اتنين كمان بتوع نص الملعب لو هيلعب بتلاتة سولية وديانج حيدي فرصة حيدي فرصة كويسة قوي للناس دي حد منهم لازم يتحرك لانه مش هنعمل زي المدشاط او زي المنتخب ان التلاتة فلات وقفين هنيجي المدشاط اه يعني انتفهم ازاي فلازم يبقى فيه طبعا مجدي افشة وجوده مهم جدا حتى في الطريقة دي حتى في الطريقة دي انا في رأي ان مجدي لازم يكون موجود او طبعا البديل بتاعه شوية مع تغيير المراكز احمد عبدالقادر لازم يكون موجود لان حد لازم يقف على الكورة الاتنين اللي في النادي الاهلي اللي بيقفوا على الكورة هما مجدي افشة واحمد عبدالقادر انت محتاج في بعض الاوقات لان برضو الفرقة الرجاء هتيجي هتأمن دفاعي كويس او اكيد هتلعب على المرتدات هو وارد جدا انك تستغل الاطراب بشكل كويس لكن مع وقت المباراة ممكن جدا المدير الفني يقفلك الاطراب لازم يكون عندك الحلول البديلة سريعة يعني لازم تشتغل على مناطق كتيرة وزي ما انت قلت مثال كويس او كان مباراة الهلال السعودي كان فيه كان فيه عندك عندك كسافة عددية بالنسبة للاطراب بتشتغل بها بشكل كويس وعندك كمان انت ميزة النادي الاهلي انك ممكن تشتغل من العمق بشكل كويس بوجود احمد عبدالقادر او قفشة ضروري للحتة دي لو اللي جنبت قفلت لأ انا عندي كمان حلول حلول كرات بينية بشكل مباشر كمان فيه نقطة مهمة هاني قوي المطش ده محتاج وانا في رأيه يعني ان لازم النادي الاهلي بقى رتمه اسرع شوية يعني انت حتلاعب فرقة في تكاتل دفاعي فموضوع التحضير الكتير ده هو عايزك تحضر هو يديك الاستحواس يعني الف به هو عايز الوقت يعدي والنتيجة طالما هي السفر السفر هو ماشي الحال فلازم انت يبقى عندك الرتم سريع شوية لان مع التكاتل الدفاعي ده تستغل الاخطاء مثلا بص غلط في نص الملعب لازم يبقى فيه رتم اسرع انما هتبتدي من تحت نص ملعبك تقريبا هيبقى فاضي محدش هادت عليك اعتقد يعني من قدام لازم يبقى فيه الرتم اسرع ولازم كرة تتنقل بسرعة اللي بيجيد النقل السريع هو صنع العلعاب مش اي حد تاني لان مهما كان الدفندر بيبتبقى كراته يعني معظمها عرضية مش في العمق انت محتاج واحد وينزل حد يستلم الكرة ويلعب في المساحات الفاضية ولازم يبقى فيه تحركات كثيرة جدا جدا بالنسبة لخط الفروض والناس اللي بتكمل من نص الملعب لازم يفيه تحركات كثيرة جدا تعمل خلخلة في الدفاع المنافس انما لو تلعب اللعب التقليدي استحواز وتنقل من الشمال وترجع والناحية تليمين مش هينفعل لازم الكرس تبقى أسرع من كده طيب كابتن شفنا في الفترة الأخيرة بيرت ستاو أحيانا بياخد كمهاجم أحيانا بيكون جناح ومحمد شريف بيلعب بشكل مباشر كمهاجم في مباراة زي دي هل يكون فيه تفكير طبعا حراك اتكلمت في اختيار ما بين أفشا وعبدالقادر في خصوصا لعب تلاتة طيب على الجانب الآخر حسين الشحات وبرت ستاو جناح ولا ممكن نشوف بيرت ستاو كمهاجم خصوصا في حتة خلق المسيحات اللي حراك بتتكلم فيه بص أنا في رأيي المباراة دي بتاعت محمد شريف محمد شريف عنده سرعات عنده جنب كويس قوي يمكن بتماز على بيرت ستاو في الحتة دي موضوع الجنب بتاعه ممكن من خلال الكور العرضي لأن بيرت ستاو ما بلعبش بدماغه فانت محتاج برضو حد يدهي اللي اتنين المساكين عشان بتاخد الكورة السقطة أو الكورة التانية ممكن عندك ناس بتشوت من بره كويس عندك السولية عندك أفشة عندك ديانج دلوقتي بشوت عايز يركز بس شوية فانت محتاج محمد شريف محمد شريف بيجيد برضو التحرك في المساحات يمكن بيختلف عن بيرت ستاو برضو بيرت ستاو بيحب ينزل من تحت شوية يستلم وياخد الكورة ويلف وكده محمد دايما بيروح لقدام انت محتاج دايما في المباراة دي اللي انت عايز تحرس فيها ده في الناس راح أجون على طول يعني لازم تحسس الخصم انك متواجد عنده على طول وفي خطورة عندك على الأقل لازم هيوقف الاتنين المساكين معاه طبعا حسين شحات في الملعب برضو خلال الفترة اللي فاتت عنده حتة كويسة وكمان ما بيتصرعش في الكورة بيتقل على الكورة كويس او دي محتاجة مع المباراة دي فحسين شحات مقد مردود كويس هو لازم مسلماني بقى يعمل التوليفة الصح اللي هي هتأديله الكلام اللي احنا قلناه اللي فات ده صحيح طبعا التوليفة طبعا والإدارة الفنية أكيد مهمة جدا وكمان أدوار اللعيب ان شاء الله تكون أدوار مهمة جدا جدا ان شاء الله كل التوفيق لنادينا هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى ناخد رأي الكابتن محمد حشيش في مستعبل القرى المصرية وتعيين الكابتن إهاب جلال مدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الأول بعد الفصل إن شاء الله مواجهة طيبة والنادي الأهلي هو بتاع الماتشات الصعبة الأهلي قادر بإذن الله أنه يفوز أكثر من جنين والرجاء بالنسبة لنا إحنا حافظينه وعرفين طريقة لعبه وإن شاء الله نوفق وحنكسب بإذن الله إن شاء الله هنكسب الماتش اللي جاي بإذن الله يوم السبت ويبقى فيه تطور أحسن من الماتش اللي فات شد حكرة رجالة والماتش إن شاء الله يبقى بتاعنا والبطولة بإذن الله هتبقى بتاعتنا ونقول لأهلي إن شاء الله رب العالمين مع مواجهة الرجاع بإذن رب العالمين إن شاء الله هيكون هو المكسب دائما حتى نحن بنبصل دائما إلى التريق مع الأهل والرجاع هتلاقي أن مواجهات الأهل دائما إلى المباشرة بإذن اللهم إن شاء الله سنكسب إن شاء الله بإذن الله يكوننا موافق بإذن الله ويكون المطش جميل جدا وإن شاء الله إذن الله يبقى كويس ويحقق ونجاح بإذن الله إن شاء الله كويسين إحنا دايماً واسكن فيهم وهم بيتعبوا بصراحة وبيعملوا عليهم فأي إن كان حتى النتيجة إحنا ما بنزعلش ودايماً معهم ودايماً هندعمهم أكيد طبعاً تبقى صعباً عشان تبقوا مباعي على أردنا فتقول عودة عندهم عندهم في المغرب فتبقى صعباً أكيد طبعاً النجمة الحداشر دي الأساس مش المطش ده مطش الرجال إن شاء الله ده عقبة من العقبات ولكن الأساس اللي عندنا واللي احنا واسكن في النجمة الحداشر موجودة بإذن الله طلما وعندهم إيمان إنهم يغضوها زي كل سنة وده متعودين على أمنا إن شاء الله نكسى بمبارات وأصعبة شوية بس إحنا واسكن في لعبتنا إن إحنا بإذن الله هنكسى بيه إحنا بتنسك في لعبتنا النهاية يا رجالة بس ياريت نلعب كل المتوشة بنفس أداء المتوشة الكبيرة يعني ياريت الكلام ده يوصل لبيتس موسماني اللي إحنا نلعب المتوشة الكبيرة كل كل متوشتنا كأنها مطش كبير نكسب الفرق بره وجوه على ملعبنا بره ملعبنا وإن شاء الله نعمل أداء كويس وإن شاء الله اللعبة تبقى أدل المسئولية بإذن الله طبعا الحمد لله يعني متفقلين جدا ودي طبيعة جمهوري النادي الأهلي دايما دايما في ظهر فرقتنا ودايما بتسندهم حتى في الأوقات الصعبة مش هقول عليها صعبة أول لكن دايما كل هزيمة فارس بإحنا بنحس بيها وإحنا كنا لعبت النادي الأهلي وكابل محمد حشيش بحس لا دي ظروب صعبة مجرد أن تتغلب ماتش وبالتالي يعني فيه دعم كبير جدا وأكيد هنشوف 20 ألت متفرج موجودين غير طبعا الملايين حوالين الشاشة يعني الجمهور بتاع الأهلي يا كابتن نفس شعور اللاعبين يمكن بفتكر في فترة الستينات من 62 النادي الأهلي غاب عنه بطولة الدوري ومع عودة استقناف البطولة والمسابقة في موسم في السبعينات كانت مباراة شهيرة للنادي الأهلي كتب عنها في الأهرام أن جمهور النادي الأهلي وقتها سجل رقم قياسي في الحضور وكان وقتها النادي الأهلي ما بيخدش الدوري من 62 ففعلا جمهور النادي الأهلي وفكرة على الحلوة والمرة معاه مش مجرد شعارات في تاريخنا فإن شاء الله بإذن الله الجمهور ده يفرح كبتن وبعدين عايز أول كمان أن الجمهور ثقته كبيرة جدا في اسم النادي الأهلي ده حقيقي وفي لعيبة النادي الأهلي وجهازه ومجلس الإدارة فإحساسه أن النادي الأهلي يعني ظروف ماتش أصلي يعني إحنا عايزين نقول برضو جماعة ما فيش حد فريق في العالم بيكسب ماتشات كلها لازم بتبقى فيه كبوات وفيه نتيجة للظروف معانا أنت ممكن تعمل ماتش كويس قوي وكورة ملطوشة من آخر الدينة تجدتها تطلع خسران فصحيح الأداء ما كانش على المستوى المطلوب زي ما قلنا في القلال قبل الفاصل أن دي ظروف ماتش ودايما الماتشات هاني اللي قبل الماتشات المهمة قوي بتبقى اللعيبة برضو يعني جزء من تفكيرها رايح ليه البطولة الأهم والماتش الأهم كل واحد بيبقى بيتمنى طبعا التواجد فيه المحافل الإفريقية وماتش إفريقي زي ده فبيبقى خايف برضو يتصاب خايف يجيله شد ما يلحقش فممكن كل الكلام ده يأثر على العيبة إنما العيبة أنا متأكد إنها الماتش ده تناسي خلاص في النسيان وبدأ إن شاء الله تركيز أكيد من بعد الماتش على طول للمورة القادمة يعني من شاء الله كابتن عايز أخد رأيك في طبعا النهارة كلنا تابعنا تعيين الكابتن إهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الأول رأي حضرتك والله بص أنا يعني تحد الكورة بعد الخروج من طبعا تصفات المونديال من السنغال كانت كل التصريحات بتقول إن هما يعني مصررين وإن هما يعني كيروش باقي في المنتخب خلال الفترة اللي فاتت اللي هي الصغيرة دي الدنيا رجعت تاني وتقلبت تاني وابتدت تفكير في المدرب المصري هو أنا بالنسبة لي يعني طبعا كابتن إهاب جلال من المدربين طبعا المحترمين في الدور المصري وغيره كمان مدربين كويسين اللي كانوا مرشحين بس هي الفكرة مش مدرب مصري ولا أجنبي هو أهم حاجة من الاتحاد لازم من الاتحاد يطلع يتكلم ويقول لنا أولا غيروا رأيهم ليه في استبعاد كيروش لازم الناس تعرف وفي نفس الوقت جايبين مدرب مصري برضو ليه واختيارهم ده بناء على إيه والأهم من ده أنتوا عايزين من أي مدرب سواء أجنبي أو مصري المرحلة اللي جاية إيه يعني هل المدرب اللي جاية أو كابتن إهاب جلال جاي عشان فاضل شهر ونص على التصفيات الإفريقية بتاعت الأمم الإفريقية ولا الخطة يعني محطوطة لستة عشرين لكاس العالم بالظبط لكاس العالم عايزين نعرف لأن ده محتاج أو ده من أهم الأسباب أو التقييم للمدرب اللي جاي هل أنت عايز تعمل فرقة لستة عشرين بغض النظر بقى مرورا بكاس الأمم أنت عايز تاخد كاس الأمم أو ما تاخدش بصص الحاجة الأهم أنك تبقى موجود في كاس العالم ستة وعشرين بقى ريحية ما تبقاش بمحض الصدفة لأن احنا فترة كبيرة جدا ما رحناش كاس العالم وحتى المرة اللي رحنا فيها الأخيرة كانت برضو بالعافية وما فيش حاجة مدروسة وما فيش أسس أنت ماشي بيها كاس العالم بعد أربع سنين في قوام المنتخب اللي موجود دلوقتي فيه لعيبة كتير ممكن موجودة صحيح فهل الراجل اللي جاي ده أنت جاي عشان تبني من دلوقتي لستة وعشرين تعمل بقى منتخب قوي مرورا بقى بالأمم الأفريقية والكلام ده ولا أنت لأنه هتقابل لتنين أمم أفريقية ولا أنت جايبوا يلحق الفترة اللي جاية لو جايبوا يلحق الفترة اللي جاية يبقى ما عملناش حاجة هنرجع تاني في الدوامة بتاعت قبل كده نلحق قبلها وده الأنسب عشان عارف اللعيبة ولسه هنجيب واحد هيقول ده أنا لسه معرفش ناس ولازم مش عارف جهاز المعاون يهو اللي هيعرفني وانا لازم أبص على الدوري يعني لازم الأمور تبقى واضحة ما فيش حاجة اسمها في الدنيا أن أنا اخترت فلان أنا من حقي دلوقتي كمشجع لكرة وبشجع منتخب بلدي أن أنا أعرف اتجاه الناس إيه الفترة اللي جاية الراجل المطلوب منه إيه يعني مطلوب منه زي ما بقولك كاس عالم يبقى أنا ما جيش بقى كهربو من أول مباراة للتصفات إفريقيا دي ما قول ده وحش وطلق أو ما ينفعش وغيروا ويعملوا لازم أبا ماهن مهم وحرجع لنقطة مهمة جدا فارس مهم أن الناس تعرف يعني على سبيل المثال حرجع لتجربتي مع جيري أنه هو الناس قاعدوا معنا وقالوا لنا أنتو ملكوش دعوا بأمم أفريقيا دي في السكة بالنسبة لكو إحنا هدفنا كاس العالم تمام وبالتالي بدأنا نشتغل على الأساس ده وبدأ الناس علشان ما تعرفش ومش المعلومة مش وصلة إحنا جايين ليه تمام بدأ في فترة من الفترات يا فارس ينتقدون عشان ما بناخدش اللعيب مثلا اللي عنده 30 سنة أنا حالك بتبني جيل أنا أنا باب نجيل بدأت أجيب محمد محمود لعيب النادي الآن بدأنا نجيب اللعيبة الصغيرة عمار حمدي كان موجود معنا محمد محمود كان لسه عنده 20 سنة بدأت الناس لهم الناس دي بتعمل إيه فمهم جدا يا فارس إن زي ما بقول تاني إن لازم الناس تعرف أنتو بصين على إيه في خطة محدودة الكابتن إهاب جلال جاي لخطة كذا أو لمدة كذا ومش عيب إنك تشتغل لمدة 4 سنين يا ريت نشتغل لـ 4 سنين لكن الأجمل من كده وحاجل حضرتك في النقطة دي إن إحنا علشان نعمل ده ما إنت لازم تبني من تحت الأول يعني منتحباتك بتقول كاس العالم 26 فيه لعيبة كتيرة مش موجودة بالمنتحب الأولمبي ومنتحبات النشيين إزاي بقى هتعمل إنت المعادلة دي أصلا النقطة بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها وده هي الأهم عشان كده أنا بدأت كلامي بإن إحنا يعني إحنا عايزين إيه من الراجل اللي جاي ده لأن التصور اللي إحنا عايزينه ده حيتبني عليه حاجات تانية ما هتعرف تحزمه هيبتدي أفارس إنك تأهل الناس كلها الراجل دي جاي عشان كاس العالم حصل تعصره في الفترة بقى المشوار ده ما بقاش فيه ضغط تأهل الإعلام كله لأنه محتاجة مساندة إعلامية ما تبقاش أنت في اتجاه والإعلام في اتجاه تاني عشان ما حصلش رغبطة ويأثر على اللعيبة والأجهزة كذلك إنت لو هتبص إنك بتكون جيل جديد للكورة المصرية أو المنتخب المصري أول حاجة هتفكر فيها هي المنتخبات والمتخب الأولمبي بالتحديد عندك متخب الشباب دلوقتي اللي هو هيكون منتخب الأولمبي لازم يتبص عليه بشكل كويس مليون في المئة وداية باعه كمان يا فارس حاجة مهمة جدا بقى أنت لازم تختار مدير فني لو هتجيب مدير فني للاتحاد التحاد الكورة اللي هو هيتولى موضوع قطاعات الناشئين ومسابقات الناشئين ومنتخبات الناشئين كل ده ولازم يبقى على تواصل مع الراجل اللي هو المدير الفني للمنتخب ده أساسة كابتن هو دايما ما عليش يا فارس أقول الكلمة لأنه متالك تتجارب وخبراء يعني هو العلاقة ما بين المدير الفني للاتحاد الكورة ما بين المدير الفني لفريق الفريق الأول دي علاقة وصيقة ملهاش أي جدل أنه لازم الاثنين دول يشتغلوا مع بعض مليون في المئة كان ماتية صمر ده كان رئيس رئيس أو رئيس الاتحاد الكورة الألماني الفني علشان يعمل البلان ده ما عادش مع نفسه لازم يجيب طبعا ويبدأ يتكلم مع مدرب قطاع الناشئين اللي هو مدرب منتخب الناشئين ومنتخب الإولمبي لازم توحد الطريقة ما ينفعش أن منتخب الإولمبي بتاعنا بيلعب 3-4-3 صحيح والفريق الأول بيلعب 4-4-4-2 والأهم من كده فارس بقى كل ده محتاج شغل تأكيد للكلام ده أن أنت لازم تحط خطة كاملة للمنتخبات دي طبعا ما تبقاش بالصدفة حتى لو ما فيش مسابقة قريبة المنتخبات دي موجودة مستمرة وفي منهم اللي بيلعب فيه طبعا لأن ديت الدور المتزم خلال الدوري اللعيبة التانية لازم تبقى موجودة ويبقى فيه تجمعات لأن هي حلقة متصلة ما فيش حاجة تتفرج على المطش ده في الدوري وطررت فرج لا ما أنتنا عندي لحد بيعمل دور ده الدور ده مدير فني اللي التحاد بيعمله مع المداربين الفنيين بتوقع المنتخبات محتاجين شغل كتير قوي 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 طبعا إنما في الحقيقة كابتن حسام البدري في أحد اللقاءات قال فينجادة جا يقعد معي لقيته بيقول كلام قلت له أنا مش فضيلة فحضرتك متخيل لحضارة أنا عايز أقول لك لو فيه إصلاح بقى للكرة المصرية سليم من البراعم لو عايز أنت تيجي تتكلم من البراعم انت كابتن بتتكلم على حتى مسابقات قطاع الناشئين بتتكلم على البراعم بتتكلم على قطاعات الأكاديميات اللازم يكون تحت رعاية الاتحاد المصري لازم تتكلم على نقطة مهمة جدا كمية كابتن خلاف كل دوت انت بتتكلم على تأهيل المدربين انت لازم قطاع المدربين يكون عندك قطاع كبير جدا من المدربين المؤهلين علشان مش كل ما ييجي مشكلة مدرب أجنبي ولا مصري طب إحنا المصري قدامنا 2-3 بالكتير لا ده انت لازم تبني تسمح لي أقول لك كلمة جيل من المدربين انك عندك عندك ان اتحاد الكرة دلوقتي عندك 50-60 مدرب طالع من تحت متأهل بشكل علمي مميز جدا لا ده 2-3 يروحوا هنا كابتن هالي أنا عايز بس أقول كلمة سريعة قوي ان انت الإصلاح ده من زي ما احنا كلنا متفقين ودي حاجة علمية من قعدة انت ممكن تفرد على الأندية كمان كمدير فني الاتحاد ان مش أي حد يدرب جهاز النادي الأهلي أو نادي الامبي لازم الراجل اللي يمسك ده يبقى عنده مؤهلات ان هو يقدر يطلع ناشئ كويس بناميه بدنيا وفنيا وبيطلع شخصية تستحمل الضغوط بعد كده لما يبقى فيه المنتخبات يعني هي هي استطاع حلقة متصلة ما ينفعش تصلح حاجة والحاجة التانية تنام عليها قبل ما يفكروا يصلحوا الكرة يا جماعة عشان أنا في الموضوع ده شوفوا الملاعب اللي بلعب عليها الناشئين صحيح شوفوا الأدوات شوفوا الأندية اللي مش لائية كذا يعني بص دي عايزة ثلاثة أربع حلقات صحيح يا كابتن أكيد بنشكر حضرتك وأكيد دايما بكون سعيد إنه موجود مع حضرك وأكيد كابتن هاني بكون سعيد كل حلقة زي ما بتشكونا كل ثلاثة في الأهلي في رمضان طبعا عايزين نقول لجمهور النادي الأهلي إن الزمالك تعادل مع فارقه في الدوري صفر صفر في وجود الحكم محمد عادل وطبعا ده بيدي كمان روحة نفسيا للنادي الأهلي عنده مباراتين لو كسبهم يقدر يفرق بخمس نقط وكمان مبارات الرجاء لأن النادي الأهلي هو أصلا اتواجد عشان يعمل المستحيل البطولة التالتة على التوالي لم يصبق الأهلي أي نادي نحققها ولكن دايما عهدنا إن النادي الأهلي يفعل كل ما هو جديد نشوفكم التلات القادم والأهلي في رمضان